وطيرة نشاط تنظيم القاعدة يتصعد في اليمن منذ اليوم الاول لصعود الرئيس الجديد عبدرب منصور هادي في عمليات تستهدف معسكرات الحرس الجمهوري والامن المركزي على وقع تحول نوعي لطبيعة الاهداف المبتغات الرئيس هادي كان قد اكد في خطابه الاول في البرلمان عقب ادائه اليمين الدستورية على مواصلة محاربة القاعدة فيما حذر الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مخاطر اتساع نشاط التنظيم واستهدافه لمعسكرات الجيش الاحداث تتوالى في محافظات يمنية تلوى الاخرى ولعل تفجيرات البيضاء تأتي في هذا الصعيد حيث قتل جندي واثنان من المهاجمين وجرح اخرون في هجوم بسيارة مفخخة على معسكر للحرس الجمهوري في مدينة البيضاء وسارعت القاعدة الى تبني العملية وفي مدينة المكلة في محافظة حضرموت انفجرت عبوتان ناسفتان قرب سور احد معسكرات الامن المركزي في منطقة بويش شرق المكلة ما خلف اصابات في اوساط الجنود هذه العمليات تأتي تباعا للتفجير الانتحاري الذي استهدف القصر الجمهوري في المكلة عقب اداء الرئيس هادي اليمين الدستورية بساعات وادى الى مقتل نحو ستة وعشرين جنديا عمليات القاعدة المتوالية اثارت استغراب المراقبين لطبيعة التوقيت والاهداف الموضوعة ما ينبئ بان الاوضاع الامنية في اليمن ربما تتجه نحو الاسوأ في ظل ضبابية المشهد وما يقال عن قرب بدء اعادة هيكلة الجيش والمؤسسة الامنية